اشتركوا في القناة اصيب الشاب يوم الاثنين الماضي في رأسه خلال مواجهات اندلعت في بلدة اليامون مع قوات الاحتلال التي اطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين ودخل الشاب منذ اصابته لغرفة العناية المركزة وغرفة العمليات في مستشفى ابن سينا في جنين الى ان اعلن عن استشهاده فجر الجمعة وعقب الاعلان عن استشهاده تجمع عشرات الاهالي في جنين واليامون امام مستشفى بن سينا ونقل جثمان الشهيد من المستشفى الى بلدة اليامون وسط هتفات غاضبة من الفلسطينيين وتشهد الضفة الغربية توترا ملحوظ منذ بداية الشهر الجاري حيث يشن جيش الاحتلال الاسرائيلي حملة قمع واعتقال وتفتيش واسع وانتهاكات جسديمة